مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها السابع عشر تخشى كييف تكثيف موسكو استخدامها للطائرات المسيرة منخفضة التكلفة القادرة على تدمير معدات قيمتها أعلى منها بكثير جنود أوكرانيون من أربع مجموعات مختلفة في سلاح المدفعية أعربوا عن تخوفهم من تهديد متزايد للطائرات المسيرة من تراز لانسيت على الخطوط الأمامية لأوكرانيا مؤكدين أن التصدي لها ليس سهلا مقاطع فيديو نشرتها قنوات موالية لروسيا أظهرت طائرات لانسيت المسيرة وهي تلحق أضرارا أو تدمر معدات أوكرانية ذات قيمة أمد الغرب قيف بها مثل الدبابة ليوبارتو ومدافع قيصر ذاتية الدفع الجنود الأوكران وصفوا لانسيت بأنها أحد التهديدات الرئيسية التي يواجهونها في ساحة المعركة إذ إن وطيرة استخدامها زادت في الأشهر الماضية مراقبون أمريكيون قالوا إن وزارة الدفاع الروسية تشجع على زيادة إنتاج لانسيت باعتبارها وسيلة منخفضة التكلفة لاستهداف معدات ذات قيمة عالية زود الغرب بها أوكرانية من أجل هجومها المضاد حيث لا تتكاوز تكلفة تصنيع المسيرة نحو 35 ألف دولار وفي المقابل يقدر المراقبون أن سعر صاروخ واحد من تراز S300 الذي تستخدمه روسيا يبلغ على الأقل مئات الآلاف من الدولارات بينما تبلغ قيمة الدبابة اليوبرتو عدة ملايين من الدولارات